اهلا بكم النهار ده يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة فيه موضوع خطير موضوع الضعف الجنسي هو موضوع مقلق للغاية مقلق من ناحية الطبية لانه الضعف الجنسي على فكرة من ناحية الطبية تقول لي ايه طبية ازاي يعني ده امرجنسي انا بعتقد انا هغيرلكم دمكو ان الضعف الجنسي واحدة من الحاجات اللي تتدعو للقلق الشديد في الطب ليه؟ لانه لو ضعف الجنسي سبب اوعاية دموية او مشكلة في الاوعاية دموية ده لاند مارك لانه قادم اليك مشكلة في اوعاية دموية اكتر خطورة اوعاية دموية بتاعت العضو الزاكري فيها مشكلة فبادت الى ضعف الجنسي طب ايه رأيك ان الاوعاية دموية بتاعت القلب كمان هتدخل في مشاكل خطر لانه اللي اصاب المرض اللي اصاب الاوعاية دموية بتاعت العضو الزاكري لن يترك اوعاية دموية بتاعت القلب في حالها لأنه معظم أمراض مش هقول كله مفيش حاجة في الطب اسمها كله بس معظم أمراض الأوعية الدموية تصيبها السيستيمي تقولي هو فيه حاجة اسمها localized أوعية دموية مشكلة ألو فيه جلطة فيه ريش سندروم حاجة كده لكن خلينا بس نتكلم أنه أمراض الأوعية الدموية is a systemic disease يعني تدرب السيستيم كله تدرب الأوعية الدموية كلها فلما ييجي ضعف جنسي ده indication أو land mark أو red flag إلا أنه القلب جاي إلا أنه المخ قادم في مشاكله فخلي بالكم من هذا غير كده من أحياء بقى النفسية أنت بتتكلم في حالة نفسياسية جدا بالنسبة للناس بالشيك من ضعف جنسي إزاي نتعامل معها إزاي نفهمها هذا هو حوارنا اليوم مع قمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا العالم ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عمرى لطفي أستاذ بجراحات المسالك البولية والتناسولية بكلية طب جامعة القاهرة زي من جامعة توماس جيفرسون الأمريكية وعضو جامعية المسالك البولية الأمريكية والدولية والأوروبية الاسم الكبير أهلا بك يا دكتور عمرى إحنا وسعني فنه إيه هو الضعف الجنسي إيه المقصود بالإنسان يكون عنده ضعف الجنسي الضعف الجنسي ببساطة إنه هو المريض أو مش المريض يعني يبني آدم الطبيعي مفروض في حالة علاقة زوجية إنه هو يحصل انتصاب الانتصاب إحنا بنعرفه إنه هو بيكون فيه صلابة تسمح بالمباشرة الجنسية المدة الطرفين يكونوا راضين عنها لأنه هو الطرف الثاني مهم جدا في هذه العلاقة فلو الطرف واحد هو المبسوط أو الراضي مش هتبقى علاقة نجاحة فأي حاجة تصيب الصلابة أو المدة ده بنسميه ضعف جنسي أي حاجة تؤثر على الصلابة أو المدة تكون خسيرة إيه أسباب الإصابة؟ هو فيه أربع أسباب كبيرة ويندرج داختها أسباب كثيرة أول سبب السبب أسباب النفسية زمان لما كنا في الكلية هكتفتكر كان بيقولونا 90% نفسي و10% عضوي طبعا الكلام ده خلاص ما بقاش موجود هو دلوقتي صححوه؟ أه تلتهم أو أقل من 30% بيبقى نفسي نفسي يعني أقصد إيه؟ الاكتئاب بكل الأنواع بتاعته الناس اللي عندها مشكلة في الشخصية المهزوزة low self esteem أو هي النظرة الدونية لنفسه أو performance and anxiety اللي هي هو خايف زي يكون داخل امتحان فهو خايف ومتوتر ولذلك بقى فيه فرع جديد في الطب اللي هو psychosexual medicine اللي هو بقى فيه ناس متخصصة لمعالجة الحاجات دي ده أول حاجة بنشوفها أو بنهتم بي ده الجزء الأولاني المجموعة الأولانية من الأسباب الأجموعة الثانية أي مرض يسيب الأعصاب سواء العصاب المخ عصاب النخاء الشوكي وحتى الأعصاب الطرفية بتؤثر على الانتصاب الانتصاب عبارة عن شريان وريد عصب أي حاجة تصيب أي حاجة من الثلاثة دول بيتأثر أمراض العصبية اللي هي زي السكتة القلبية السكتة الدماغية جلطة في المخ الشلل الرعاش دي كلها الإصابات اللي هي بتحصل دي بنشوفها كتير بعد حوادث العربيات في العمود الفقري في بيحصل شلل نصري كل ده بيأثر على الانتصاب والأعصاب الطرفية اللي هي بتتأثر بالسكر ده هنجيب سيرته أو الحوادث بتاعتكسر في الحوض أو عمليات الحوض الكبيرة اللي هي سرطان في القولون سرطان في المستقيم كل دي بتأثر على الانتصاب وطبعاً عمليات سرطان البروستاتا وسرطان المسانة برضو بتأثر لأن الأعصاب بتبقى منطر نشيلها لأن الورم بيمتد مرة يمين مرة شمال يعني على حسب دي المجموعة التانية المجموعة التالتة اللي هي علاقة بالغضة الصماء أولهم السكر طبعاً السكر من أكتر الحاجات اللي بنشوفها لمريض اللي عنده الضعف الجنسي ولقينا أنه هو عرف حذلك السكر بيأثر على الشباكية وبيأثر على الكلا نسبة الإصابة بالضعف الجنسي أعلى من الكنين دول في مرضى السكر برضو لأنه هو بيبقى الأوعية الدموية الدقيقة بتتأثر الأعصاب بتتأثر فبيبقى وبرضو ساعات النسيج نفسه اللي هو بتاع القضيب اللي هو النسيج الكافي يعني بيقون عليه ممكن يحصل فيه شوية تلايف نتيجة للسكر الحاجة التانية اللي هو بيبقى الهرمون بتاع التستوستيرون أو هرمون الزكورة بيبقى واطي ده بيبقى ممكن حاجة أولية مشكلة في الغدة النخمية أو في الهايبوثالمس أو حاجة سانوية بتحصل بعد كده في الخصية أو الخصية ومتشتغلش كويس فإحدى الأسباب لما بنلاقي التستوستيرون واطي بنقدر ندي العيان هذا الدواء خارجيا طبعا دلوقتي بقى فيه ممكن نديه عن طريق جل بيدهنه عن طريق باتش أو لزقة بيحطها في حقاها بتتاخد كل أسبوع أو كل شهر وأقلوه من القراس للقراس لازم تعدي عن طريق الكبد فيعني ما بنحبش قوي نتعب الكبد في هذا الموضوع رابع واحدة اللي هي الأوعية الدموية الوعية الدموية أو الشريان بتاع القضيب هو ميديم سايز أرتي نوع من الشريان لها حجم معين هو نفس الشريان بتاع القلب هو ميديم سايز أرتي نفس اللي بيروح المخ هو ميديم سايز أرتي فهي الفكرة أنه هو لما بيصاب المريض خصوصاً ما يكون شاب بمشكلة في الانتصاب بنخاف جداً يكون عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في المخ والدراسات لقيت أنه هو لو قبل سن 45 عنده مشكلة في الانتصاب فرصة أنه هو يجي له سكتة دماغية أو حاجة في القلب بتزيد 50-60% عن الناس اللي ما عندهمش الحكاية دي هم دول الأربع أسباب اللي احنا بنتعامل معاهم كأسباب للضعف الجنسي لما يجي لك المريض بيشتكي كيف أنه شخصه بيكون فرم تشخيص أنت بناخد يعني عادة حديثك تاريخ مرضي من المريض يعني الأمراض اللي هو بيتعالج منها هل حصل أهم حاجة ده حصل مرة ولا مرتين ولا بيحصل بقاله فترة ولا بيحصل بأسلوب متقطع بنعمله تحليل وأشعات أهم حاجة في الأشعات طبعاً أنها بنعمل دوكلر ملون على الأولدة والشرايين بتاعة الأضيب وفي التحليل التحليل العامة وظيفة كلاه لأنه هو الفشل الكلوي ممكن يؤثر السكر طبعاً بنعمله لبي بروفايل اللي هو الدهون بتاعة الدم لأنه هو لو الإنهاء عالية وعنده مشكلة في الانتصاب بنحاوله الدكتور باطني عشان الدهون تسبب له مشكلة يعني الصحة العامة بتاعته تبقى كويسة وما فيش حاجة تانية تؤثر عليه لما بنعمل المواجات الصوتية أو الدوبلر على الأضيب احنا بنحقن حقنا في الأضيب بتيحصل انتصاب وبنقيس الشريان ضغطه كام الوريد ضغطه كام حصل انتصاب وبنعمل درجات للانتصاب انتصاب قوي أو أقل أو أقل بنديله خمس درجات من صفر إلى خمسة وده بيحدد المريض ده هيمشي على أنهي طريق يعني هناخد يعني العلاج في هذا بيختلف يعني علاج ممكن لو أعملت الأشعة والأشعة كويسة خلاص بيطلب منه بقى أنه هو يمارس رياضة لو تخين يخس السكر يتزبط الضغط ياخد له علاج يتابع مع الدكتور بتاعه طالما الانتصاب كويس يعني مفيش مشكلة مجرد تغيير اللايفستايل بتاعه أو تحسين اللايفستايل بتاعه خلاص بيبقى كافي الناس التانية اللي هو بيبقى هو بيشتكي ورغم ولما نعمله الأشعة ونحقن المادة اللي منحنا في القضيب بيحصل انتصاب إلى حد ما معقول دي غالبا بتستجيب للأدوية زي السلدنافيل أو تدلافيل أو يعني دي الأسامي العلمية بتاعت هذه المنتجات هذه المواد ده علاج بيتاخد يعني عشان الناس باين بتسميه منشطات جنسية هو دواء تشتري من الأجزخانة برشدة فهو زي أي دواء تاني زي دواء الضغط زي دواء السكر هو دواء بناخده لحالة مرضية اللي هي حالة الضعف الجنسي فهو ما فيهوش حاجة ممنوعة ما فيهوش حاجة غلط يعني واخد بال حديدك طبعا بس لازم إشراف طبي لازم إشراف طبي طبعا لأن هذا الدواء مثلا لو هو عيان مثلا عنده مشكلة في القلب بياخد نيتريت أو حاجة ما ينفعش فلازم لو بيتعالج أبعاد الدكتور البطنة يشوف ينفع ياخد هذا الدواء يعني دايما بيبقى وطبعا فيه ناس بيعندها حساسية بيجي لها اصداع أو زغلالة أو بتعمل هذا الدواء فخلص يعني مش هنستعمله لكن هو دواء يعني مش لازم ننظر له أنه حاجة وحشة أو حاجة يعني موجود في الأجزخانة وبنكتب روشدة طبيعي خالص يعني إذا كان القرار أن احنا نعمل للعيان ده عملية مش نافع معدو وهنعمله عملية ولا يكون هذه العملية مش هي اللي ولا يكون هي عملية اسمها عملية الدعامة ذكري أسئلة كتيرة بقى تدور حول الدعامة يعني مين العيان اللي احنا نقرر له الدعامة إيه هي الدعامة أساسا كيف تجرى هذه العملية هل هي عملية واحدة ولا أكتر من نوع عادي نفهم بصلا أي مريض ممكن يعمل عملية الدعامة يعني مفيش أي ممنوعات أنه يعمل عملية الدعامة ولكن إحنا عادة زي ما بقول حاجة بنبتدي بالعلاج اللي هو زي السندنفيل عنده مستوى التستسترون منخفض بندي له حاجة تعليه فمنحاول الغير جراحي الأول لقينا أنه هو ده مش جايب نتيجة أو هو من الأول لما عمل الدوبلر بتاعه كان النتيجة سيئة أو المريض مش راضي حتى لو فيه انتصاب بس مش راضي أو الشريك بتاعه مش راضي عنه الدعامة بتنقسم نوعين فيه دعامة اسمها مارنة وفيه دعامة اسمها زكية الاتنين دول موجودين من السبعينات بس طلع عليهم تحسينات كثيرة من أيام يعني الأستاذ الدكور جمال البحيري كان إحدى أكبار أستاذ التجميل في مصر في ستينات اخترع الكونسط أحط الكونسط بس هو كان بيجيب عظمة الفبلة اللي هي بتاعة الرجلة بيحطها كان يعني كمحاولة يعني المهم إحنا دلوقتي عندنا هذا هذه الدعامة الدعامة الغرض منها أنه هو المريض يرجع يمارس النشاط الجنسي بتاعه بصورة طبيعية فالدعامة دي بتعمل إيه؟ أنه هو بيحصل صلابة في الأضيب تسمح بمارسة النشاط الكنسي في الدعامة المارنة الأضيب بيبقى زي ما سورة موجهة سورة العليمين الأضيب بيبقى صلب في كل الأوقات وفيه زي مفصلة في النص أنه هو في الأحوال العادية بيبقى يعني مفصلة لتحت لما بيحصل علاقة زوجية بنفرد الدعامة بيحصل علاقة زوجية طبيعية بعض الناس بتتدايق من أنه هو بيبقى دايما فيه صلابة وبعض الناس بتتقبلها بطبيعية الدعامة الهيدروليكية بتوش به الانتصاب الطبيعي بمعنى إيه؟ في حالة العلاقة فيه زرار بيبقى محدود في كيس الصفن بندوس عليه فمحلول الملح بيدخل جوه الدعامات اللي هي في كل جسم كافي عندنا جسمين كافين في الأضيب كل جسم بيدخل فيه محلول الملح فيحصل الانتصاب ويحصل السمك بتاع الأضيب بيزيد تخلص العلاقة بندوس على الزرار تاني اللي هو في كيس الصفن فمحلول الملح بيرجع للخزان اللي هو متصور هنا ده الخزان اللي بنرجع عليه فيه فرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين طبعا الدعامة اللي هي الهيدروليكية فيه أسباب فيه حاجات ميكانيكية كتير فممكن يحصل فيها مشاكل ميكانيكية وصلات كتير هو طبعا أي دعامة هيدروليكية بياخد ضمان مدى الحياة ولو فيه حاجة بتتصلح بس تتصلح بدون عملية وهو التقدم وصل لمرحلة إن هو عادة ما بنحتاجش نتدخل مرة تانية يعني في آخر كم سنة الحمد لله محتاجنش نتدخل خالص أكتر حاجة بنخاف منها في الدعمات او التهابات ليه؟ لأنه لو حصل الالتهاب لقدر الله منضطر نشيل الدعامة بيبقى كأننا ما عملناش حاجة عشان كده الدعمات الحديثة في الغطاء الخارجي بقى فيه مضاد دحاوي موجود وبحيث إن هو طول ما الدعامة موجودة بيبقى التركيز بتاعه دايما موجود فبيقلل من حدوث الالتهابات وطبعا للتحضير للعملية لازم التعقيم يكون فعلا كامل زي ما يكون عملية زرع كلا أو زرع كبد زرع الدعامة لازم نفس مستوى التعقيم مين أفضل؟ الدعامة الهيدروليكية أو الدعامة المريضة؟ أنا يعني البحث مع المرضى اللي هو المريض اللي هو المتعلم اللي بيقرى كتير طبعا الهيدروليكية بتبقى بنسبة له أحسن الحاجة الثانية المريض اللي هو الشلل النصفي برضو ملوش غير الهيدروليكية لأنه هو النسجة بتاعته بتبقى ضعيفة وما بيحسش بالقلم فالدعامة المرنة بتبقى نشفة شوية عليه فممكن يحصل مشاكل منها لكن بالنسبة للمريض العادي كويس الدعامة المرنة كويسة جدا بتؤدي الغرض وما بقاش عنده أي مشاكل تقريبا أهم حاجة زيانا بقول لحد التعقيم والشرط اللي احنا بنصمم عليه إنه ما يستعملش الدعامة ستة أسابيع بعد العملية لحد ما يكتمل يعني ما فيش علاقة زيوجيه بعد العملية الموت ستة أسابيع ده الشرط الوحيد لحد ما يلتقم الجرح خصوصا في المرضى اللي عندهم سكر وطبعا لازم المريض يلتزم اللي عنده سكر إن السكر بتاعي يكون مظبوط يعني حيك العارف لو السكر زاد ممكن يحصل تهاب في أي حتة من ضمنها هذا الموتوبة العملية معمولة 100% يعني هو بووز العملية آه بالضبط يعني ده شيء برضو بننبه العيان له إنه هو مش مجرد إنه ركبها وعدها ستة أسابيع ما هو لو السكر زاد هيسمع بحدوث التهابات في أي مكان في الجسم من ضمنها الجسم المكان اللي فيه جسم غريب ممكن يحصل فيه التهاب يعني هل فيه فارق في النتائج ما بين اللي اللي عامدين في التركيب؟ لا خالص يعني هو العملية نفسها عملية بسيطة آه المريض بيعملها وبيهرق في نفس اليوم آه عادة في الاتنين في الاتنين عادة بنعملها بفتحة صغيرة ما بين آه الأضيب وكيس الصفن بحيث تكون مستخبية هي فيه فتحات كتيرة بس وكل واحد حسب الطريقة اللي بتريحه يعني أنا بأجد إن هذه الطريقة بتبقى كويسة وبتبقى مستخبية يعني فيش حد واخد باله إنه فيه فتحة في هذا المكان وبتوح لنا إن إحنا ندخل على الجسم الكافي الأيمن والأيصر ونحط الدعامة بتاعتنا وحديثاً ابتدنا ساعات كنا بندخل جوة الجسم الكافي نفسه دلوقتي بقينا بنحاول نسلك ما بين الجسم الكافي والغشاء بتاعه ونحط الدعامة بين الاثنين مفروض ان ده بيحسن الإحساس وبيحسن القضيب وقت العلاقة بيكون بينتنفق أكتر وطبعاً الدعامة لا تمنع أن تحصل استمتاع ويحصل قصف وكل حاجة مفيش ما يمنع خالص يعني هو ده الجزء القادم الخرافات أو بمعنى صح أفكار ثابتة في عقول الشرق الأوسط عن الدعامات أول هذه الأفكار أنك هتركب الدعامة ستفقد الشبق أو بمعنى صح الأورجازم الأورجازم عادي خالص بيجي زي ما كان بيجي قبل كده والقصف عادي خالص لا نؤثر عليه بأي صورة الحمد لله يعني ستركب الدعامة ستفقد القدرة الإنجابية لا خالص ما لهاش ليس هناك تأثير أي خالص بل راة أن التأثير إيجابي يعني اللي ممكن يكون هم بقالا عنده ضعف جنس يمنع لا يكون عدد مرات أو الل Ring لا تتم إلى آخرها و و و و و دولوقتي خالص ما عندهش مشكلة يعني أه الاحساس عند الزوجة بيبقى أقل ده معتقد لا خالص بيبقى طبيعي يعني لا زيادة ولا أقل طبعا لو كان قبل العملية مثلا كان فيه ضعف جنسي شديد طبعا تحس بفرق لأنه هو لكن الصلابة بتبقى تقليبة بتشابه الصلابة بتاعة الانتصاب الطبيعي في الاثنين في النوعين الدعامات هتركب الدعامة هيحصل عدم تحكم في التبول ده معتقد غير موجود خالص بس طبعا ممكن يكون فيه أمراض في البرستاتا وبنعليقها بالطريقة العالية ولو يحتاج عملية في البرستاتا بنعملها برضو مفيش مشكلة يعني مفيش حاجة تمنع الحياة الطبيعية بتاعة المريض يعني مفيش مشكلة مين الجرم أو ما هو الجرم الكبير في عملية تركيب الدعامة اللي ترى أنه لو حصل هيبقى فيه حاجات كتير فيه فيه ناس بتتسرع أن أنا أركب الدعامة في ناس إنها صغير وأنها ممكن نعالجها بدواء أو محتاجة مثلا استشارة نفسية أو 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 إحنا بنأخر الدعامة كويس إلى أقصى مدى ليه لأن يعني طبعا إحنا ما نقدرش نضاهي اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله يعني إحنا بنحاول لكن طبعا الطبيعي مفيش أحسن منه فإحنا بنحاول نأخر فأجي عند شاب عنده مشكلة نفسية أو اللي هو المشكلة بتحصل عند أول يوم زواج من النرفزة والعصبية وطول فترة الحفلة أو اللي هو هو تعبان هنيمون إمتاز فبيبتدي فأول يوم ما ما يحصلش فبيحصل حال دوح العصبية ومضي على نفسه شيكات وحاجات كتيرة ومضي على نفسه أيضا فأبتدي أقول له لا خلاص ركب لا يعني لازم يهدى نفسيا أدي له حاجات تساعده ممكن أقول له حاجات دي ممكن نستعملها أول أسبوع أسبوعين وبعد كده خلاص يعني ربنا هيمشي الموضوع يعني بناخد الموضوع بتروي شوية عشان أركبه الحاجة التانية إن أنا لازم أركبه في مستشفى كويسة عشان أزاي نقول حقيقة تعقيم أهم حاجة في الموضوع هلازم يكون المستشفى فيها تعقيم فيها آلات نظيفة بحيث سرير نظيف مش في مستشفى في أي حتة قدر أعمل هذا يعني مثلا ممكن أعمل زايدة في أي حتة ممكن أعمل لوز بس مش تركيب دعام ثالثا إنه هو طبعا فيه شركات معروفة بتدي ضمان مدى الحياة على الدعامات بتاعتها دي اللي بتتجه إليها لأن ده أنت بتضمن المريض بتاعك إنه هو لا قدر الله لو حصل مشكلة وهي مش يعني بتحصل واحد اتنين في المية إنه هو الشركة بتبقى ورائع يعني في هذا الموضوع شرف كبير لنا هذه الزيارة وأشكراك ركرا لنجزين على هذا الحوار العلم الرقي جدا الله خليك فاتنم شكرا شكرا ستضافت حضرتك ضيف العزيزة القمة المال كبيرة الأستاذ دكتور عمرو لطفي الأستاذ بقسم جراحات المسالك البولية وتناسلية كل الطبي جماعة القاهرة وزميل جماعة توماس جيفرسون الأمريكية وعضو جمعية المسالك البولية والأمريكية والدولية والأوروبية الإسم الكبير والقمة الأكاديمية القديرة في عالم المسالك وعالم الزكورة كان حوانا خاصة ومهم جدا حول واحد من أهم المواضيع الطبية الضعف الجنسي وإجراءات العناية بالقدرة الجنسية عند الرجل التي قد تصل إلى مرحلة القرار إجراء دعامة تركيب دعامة زكريا كل ما أحط بهذا الموضوع تمت مناقشته في الجزء السابق من الحوار الذي استمتعت به نورت يا فندم وشرف كبير ليني هزيز شكرا شكرا يا فندم حاليكم دائما مع الدكتور